بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض كورسة C++ المرة اللي فات كنا تكلمنا عن ازاي دخل value جوه ال data type او جوه ال variable بتاعي النهاردة هنتكلم عن ازاي اعمل عليه عمليات حسابية بسيطة ايه اهم العمليات الحسابية اللي احنا بنعملها في حياتنا الجامع الطرحي الاسمه الضرب دول اهم اربع عمليات احنا بنعملهم اول واحدة الجامع بستخدم لها ال operator اللي اسمه plus تاني واحدة الطرح بستخدم لها الماينس الفي العلى في عندي واحدة زيادة كده بيزيك اصلا جواب ببرمجة اسمها المود او الموديلس دي بتعمل ايه بتجيبلي بقى الاسمه يعني ايه بقى الاسمه انا لما باجي اعمل خمسة على اتنين بقول انها بتساوي اتنين وبيتبقى معي واحد هو ده بقى الاسمه الواحد اللي تبقى معي تمام طيب انفس ده ازاي بسي بلاس بلاس انا هجي هنا عايز اقول له طلع لي مجموع مثلا ال اكس زائد الواي ادي سي اوت اكس زائد واي ودي اند لاين طبعا هحتاجي ان انا اخلي شكل البرنامج بتاعي كويس او علشان خطن المستخدم يفهم الحاجات اللي بتطلع له دي معناها ايه اول حاجة هقول له هنا سي اوت بليز انتر تو انتجرز علشان يفهم ان هو هنا مطلوب منه يدخل رقبين صحين اه في السي اوت دي هقول له سي اوت اكس زائد واي يوساوي اللي بين دابل كوت دولا وظيفتهم ايه هيتطلعه هيتطبو عندي على الشاشة يبقى لازم اعمل له العملية بعدهم اكس زائد واي يبقى اول مجموعة اللي هي بتاعت ال اكس زائد واي اللي محتطي بين الدابل كوت دي بس عشان تنظم لي الشكل وتطبعه لي على الشاشة انا هاخد كوبي من السطر علشان خاطر علشان خاطر اكتبه كذا مرة دين تلاتة اربعة هم خمس عمليات ادي هنا عندي الطرح وهنا عندي الضرب وهنا عندي الاسمة وهنا عندي الموديلس طبعا انا عدلت بس في شكل بس بس ما عدلتش في العمليات لازم اعدل في العمليات كمان هادي الماينس هادي الفي اادي الدفجن اادي الموديلس وهبدأ اشغل دلوقتي هدخله رقمين مثلا عشرة وتلاتة مجموعهم تلاتاشر ناتج طرحوهم سبعة ناتج ضربوهم تلاتين اسمتهم تلاتة الموديلس بتاعهم بواحد هل هم مناتج الاسمة بتاعتهم بتلاتة فعلا المفروض تلاتة وكسر لانه هو حتى ايه اللي هون فيه باقي اسمة طب هو طير الكسر ليه ايه السبب ان الكسر مش موجود معايا سبب ان الكسر مش موجود معايا ان نوع الاثنين باريبل بتوعي انتجر نوعهم هم الاثنين انتجر طب انا كده عندي مشكلة افرد ان انا هحتاج الكسور ديت في حاجة افرد ان انا ما كنتش حطى القيم دي ان هي تطعرت بس كنت حطاها جوه باريبل تاني يعني كنت قيلة هنا مثلا ان انا عندي دابل زد بيساوي اكس على واي عشان زد دا انا هستخدمه تاني زد دا انا هستخدمه تاني هنجرب هنا نخلي دا زد دي نحططها في دابل اتفرد كده اشوف الناتج برضو هطلع لي عامل ازاي هادي عشرة و هادي تلاتة زد برضو طلع بتلاتة مع انه دابل المفروض ان هو يشيل كسور هادي بس انا قيل له عملية بين رقم صحيح و رقم صحيح الناتج بتاعها لو تشقلبت جوه البرنامج هطلع رقم صحيح طب ايه الحل علشان احل الموضوع دا ان دا ناجي هنا يعني فيه ناس بتختصر وتروح عامللي هنا دا دابل طبعا دا فيه مشاكل كتير اوي هتنتج عنه ابسط مشكلة هي ظهرت قدامنا ان هو عمل ليرور انه ما ينفعش يجيب للموديلس بتاع رقمين مش مستححين على بعض مش هيقدر يجيب للموديلس بتاع لان ناتج الاسم بتاعتهم هيطلع فيه كسور فبالتالي هو مالوش اصلا موديلس فهم شايلانها من البرمجة بتاعت البرنامج طيب انا مش عايزوا يشيل الموديلس انا عايز الموديلس الحل ان انا اعمل حاجة اسمها variable costing يعني ايه variable costing ان ايجي في السطر دا نفسه احول الvariables بتاعتي دي الحاجة تانية ازاي احولهم تحويل مؤقت دا الcasting ان انا بحول الvariables من نوع لنوع تحويل مؤقت في السطر دا بس باجي على واحد من الاتنين يالx يالy او هما الاتنين واجي بقى ادي له قيمة النوع اللي انا عايزه مثلا float كتبت فلوت اكتب فلوت اكس كده لا انا بكتب فلوت وبحط ال اكس بين قسين دلوقتي فلوت دي بقت فانكشن ما بقتش تعريف انا دلوقتي بقوله استخداملي الفانكشن اللي اسمها float مش عرفلي variable float لان ال اكس وردي متعرفة قبل كده ما ينفهاش عرفها تاني ال اكس اصلا تعرفت هعرفها تاني ازاي انا هنا بقوله حول لي نوعها من انتجر لفلوت نجرب كده نشغل هدخل عشرة وثلاثة هون ال اكس حلويت لاتلي 3.3333 والموديلس اشتغل عالي طب هل ال اكس بقت فلوت بعد كده لا هي بقت فلوت في السطر ده بس طب فيه طريقة تاني عشان استخدامها عشان التحويل اه ان انا باجي اعمل القسين على اسم الفانكشن نفسها نعمل القسين على float فلوت بقى ده بالاي نوع يعجبني سواقع ال اكس سواقع ال واي سواقع ال اتنين المهم ان انا ما ينفعش يبقى ال اتنين انت على انت لان في حالة انت على انت دايما هيتطلع لي رقم صحيح وهيعمل اجنور للكسور تمام امتى بخليهم انت على انت في حالة ان انا عندي حاجة ما ينفعش يبقى فيها كسور تمام اتمنى اكون قفتك في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو الحمد لله كيف دورام لأي تمام